بسمع شكاوي كتير من الكبار السن بيشتكوا ان ولادهم مش بيعملوهم بالاحترام الكافي مثلا بيزعقوا فيهم بيعملوهم وحش لو طلبوا مساعدة منهم بيبقى ما عندهمش صبر خالص ليهم ولا ان هما يسمعوا اين مشكلة ولا ان هما يسعدوهم في حلها دي مثلا حاجة من الحاجات اللي بتسبب ليهم ازمات نفسية جمدة لازم نعرف ان الكبار السن دول اساسا الناس كانت بتشتغل وكان ليهم حياة زينا بالضبط لكن هما كبروا في السن مش معناها ان هما العلم او الخبرة اللي اكتسبوها طول حياتهم مش بوجودة لا هما لسه مخوهم يعتبر سليم لكن جاهز بتاعتهم بتبقى ابطأ شوية لو طلبنا منهم حاجة ممكن ياخدوا وقت اطول ان هما يعملوها او يفكروا في حل المشكلة في وقت اطول او ان هما ما يعرفوش مثلا يشغلوا الكمبيوتر الحاجات اللي هما ما عندهمش فيها خبرة فمهم جدا لما نكون بنتعامل مع كبار السن ان احنا نتعامل ببطء ونركز معاهم ونديهم الاهتمام الكافي اللي هما محتاجينه هما جايز ما يكونوش محتاجين مننا اهتمام كتير طول النهار لو انا مثلا مستعجلة دلوقتي ونازلة بدل ما انا زعق في مامتي واقول لها خلاص مش فاضي دلوقتي نتكلم بعدين ممكن اديها معادي مثلا بعد الغدا نقعد نتكلم اخلي لك مشكلتك اسمع فيه يعني فيه المشكلة ونحاول ان احنا نشتغل على حلها او ان انا اقعد معاها ارغي معاها اتكلم معاها بس في وقت يسمح لنا احنا اللي اتنين ان احنا نقعد نتكلم فيه الحاجة التانية كبار السن مثلا ممكن يبقوا مفيدين جدا في الاعداء مع الاولاد بلاقي ان اهالي كتير مثلا مش بيردوا ان اولادهم يعودوا مع الجدود لوحدهم بيحسوا ان هما ممكن يكونوا مش مسؤولين كفاية مش هيهتموا بيهم كفاية ودايما النانية هي قاعدة معاهم او الدادة هي اللي قاعدة بتلعب معاهم فما يدوش مساحة للجدود او للناس الكبيرة ان هما يبقوا حوليهم انا بلاقي ان فيه عامل نفسي مهم جدا بين الارتباط بتاع الاولاد الصغيرين وكبار السن كبار السن دول ممكن يبقوا الجدود ممكن يبقوا الرايب ممكن يبقوا الجران لما بيبقى فيه علاقة ما بين الاطفال وحد كبير بيأثر عليهم كويس جدا ان هما بيتعلموا حاجات مش ممكن يتعلموها من باباهم وموتهم منها الصبر منها ان هما يعودوا ويسمعوا ويتكلموا والطفل ممكن يسأل 600 سؤال ومحدش يتعصب عليه ممكن الشخص الكبير ده ما يبقاش سامع الاسئلة او مهتم بيها لكن في نفس الوقت هو بسس للطفل ومحسسه ان هو موجود مهتم وعلى الاقل مش بيتعصب عليه الحاجات التانية انه ممكن يبقى فيه اعادة تأهيل لكبار السن يعني حد كان بيشتغل مهندس او عامل او فني او دكتور اكيد ممكن يعمل حاجة تانية لما يطلع المعاش فيه حاجات ممكن نعلمها لهم زي الاشغال اليدوية زي النجارة زي حرفة حاجة ممكن يعملوها في وقت فراغ بتاعهم مهم جدا ان الشخص الكبير السني بعنده هواية يعملها في وقت الفراغ هواية دي بتجمعه بناس تانية يقدر يعود يتكلم معيها لان من الحاجات اللي احنا بنشوفها في كبار السن ان هما بيميلوا ان هما يعودوا الوحدهم بيحسوا ان هما ملهومش قيمة في الحياة فيبتدوا ان هما مش عايزين يضايقونا يبتدوا ما يتكلموش كفاية ما يخرجوش يتكسفوا من نفسهم فمهم جدا ان هما ينقضوهم في مجتمع يحسسهم ان اللي سه ليهم عايزة والليسه ليهم قيمة في الحياة اشتركوا في القناة